السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اربع شخصيات لي هو والشخصية الأخيرة اللي هو الهالوين طبعا انا ان شاء الله بعد هاد الفيديو راح احكي اني راح اعمل اكثر في فيديو هادا اليوم اول فيديو اللي هو التحديث تاني فيديو يلي هو السحب على الشخصيات أنا وعمر راح نعمل كلاب نعمل انا ستميت جيم وهو ستميت جيم وشو شو بيطلع عنا ان شاء الله باقي تابعونا بس ينزل الفيديو ان شاء الله بقى خلينا نكمل طبعا رح يحكي على الشخصيات بس لا يطلعون لنا أو بس نعملون يعني ان شاء الله طبعا الشغلة التانية غير البيك اوب درو اللي هو الكولاب اللي هو كي او اف بريتانيا هاي انت بتلعب ضد فرق مثل اللي هي اللي هو بتنقي شخصية على اساس وبتلعب فيها ضد فرق لحتى اتصل الى الاخير هاي اول الشغلة طبعا كلهم بفرجيكم ياهم جو اللعبة بعدين في عندك فاينال بوس اوميغا رقول رقال اعتقد اللي هو نفس فاينال بوس ديان نفس غوثر نفس ميليوداس بتلعب ضده وبتفوز و لازم تجيب رانك عالي حسب الرانك العالي بتاخد الهدايا خلينا نشوف شو الهدايا رح تكون اول شي رح تاخد لبس كامل و رح تاخد هادول الكؤوس و انفلز و شغلات طبعا ازا طلعت من التوب واحد بتاخد هاي العلامة توب اثنين توب ثلاثة خمسة ازا طلعت من التوب 5% رح تاخد كل شي قبل بهاي شغلة كتير كتير حلوة و حطين لبس زيادة هون و طبعا اكميت سكور ازا طبعا ازا طبعا ازا طبعا رح تاخد هادول كلهم بهاي شغلة جديدة عاملينة بهاي شغلة جديدة عاملينة تابعي شغلة جديدة قبل مجدد تابعي شغلة جديدة يعني مثلا لعبتها 30 مرة كل مرة جأبت ألف رح يصير 30 ألف وتاخد كل شي هادول هدايا هاي هي أثنين هاد بناجي لأثنين التاني اللي هو خيرنا نشوف هذا الأثنين فرد مرة من هون طبعا اكمال اكواتم ترنمت بالفرح اللي موجود فيه ناخد منه 30 تيكيت فيه ناخد منه النجوم هادول اللي بترفع فيهن الاوائكينج وبتاخد لبس لغوثر ولشخصيات الجديدة اتنين من الشخصيات الجديدة اعتقد ايوه وفيك تلعب باليوم تاخد المتيريا للثلاثين من هاي وفيك قد ما بدك تاخد من هادول عرفتو كيف وكوين شو فيك تستبدال هادول بس ما في داعي بصراحة بالنسبة لي لا تلعبوها طبعا شلون بتفوتها بتستخدم الكوين اللي بيعطوك ياها لتبلش المرحلة مثل هي عملة بتفوتها على أساس بالاركيد عشان تلعبها وبتحط تختار الديفكالتي وبتختار ثلاث شخصيات بتلعب فيهم ولازم توصل لل 16 راوند لا يمكنك تغيير تغيير تيماك بنص الفايت واذا مات حدا من فريقك بضل ميت لا يمكنك تغيير تغيير مارلين لكل مختلفة لكن يمكنك تستخدم مارلين اوه ما ساخين قولنا حدثت من اليوداز فين يستخدم لودز تاني فين يستخدم مارلين تاني اذا استخدمت عندي مارلين بقى هي طبعا أنا مشان ما طول الفيديو راح اعمل كل شي اشرحه بفيديو خاص فيه مشان نعطيه حق لانو الإفنتات الموجودة واخيرا عطونا إفنتات كتير حلوه وجديدة طبعا الفاين البوس قد حكينا عنه وطبعاً بالهوكباس رح ناخد لبس لهي الشخصية اللي هي شو بسموها ماي ورح ناخد تيكيتس ورح ناخد أنفلز ورح ناخد هامورز وكل شي وطبعاً كلمتلك المرة رح يكون فيه ستس انه تشتري بمصاري وفيه ست مجاني بتشتري طبعاً فيه تيكيتات فيك تشتريها اللي هو تاخد مية بالمية ذي يطلع لك شخصية من الكينغزوففايترز اللي هي حق 24 دولار وفيك تشتري التيكيتات العادية وطبعاً البي في بي سيزن 1 تغير يعني هلأ البي في بي النورمل اللي هو من غير جير صار فيه قانون القانون تبع هذا الاسبوع هو بيقلك أنه انت فيك تلعب بأربع شخاص مو بثلاثة واحد وراء لا رح تلعب بأربع شخاص أساسيين وإذا طلعت من التوب 100 بتاخد هيدول الجوائز طبعاً مو كلهم هتأخدهم لا إذا طلعت من 100 بتاخد 10 إذا طلعت من 50 إلى 31 بتاخد 20 من 30 إلى 11 بتاخد 30 من 10 إلى 4 بتاخد 40 وهكذا طبعاً اللي هو الـ UR Gear هدول هنا الأربع شخصيات اللي رح تقدر تعملون UR Gear طبعاً بالنسبة لـ غوثر عنا UR Gear اللي له بقى ما فيها يحطوه هون طبعاً Able Dispatch All هلأ فيه شغلة كثير حلوة كمان صارت لأنه أول شيء الـ Auto Clear فيك تستخدم 10 ربض على الخمسة وـ Revolent بإستخدام الـ Ticket سوف تظهر حسناً حسناً إستخدام وإستخدام وإستخدام إستخدام عندما تقوم بإستخدام أضع 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 كوهش أضع في بالمعبسة تختار 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 الـ سوف تغير حسناً وعندما تطع تحديث أصوال أصوال تضيف شخص لا يوجد تغير لأ 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 تغير لأ أصوال بإستخدام لا يوجد سوف تغير بإستخدام بإستخدام أصوال يعمل لك باتل هاي ولا شو اوكي 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 debuff skill improve اوكي 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 مإغلاق من 30 موسو or اوكي اوه aggressив اوكي اوكي ان حتى يعني حسب الرانك راح يزودوا الدميج تبعها كمان مو بس قديش بتعمل بالمية لا وقديش بتعمل الدميج العادي البيزين خلوها من خمسين لستين وطبعا الضربة تبع البيزين نفسها كمان زادوها يعني صارت بتعمل بويزين لما تضرب ضربة عادية مو بس بيعمل بويزين بضرب مية وخمسين ميتين وخمسة وعشرين وثلاثمية وسبعين اتاكوا كل اشخاص اذا اذا شخص واحد وهذا كل اشخاص مشان صح انها كتير بتصير او بي اذا كل اشخاص با هيلة دميج تبع الشخص واحد هي بيعمل لأكثر من شخص الاتحد البليد اللي هي من تمانين لتسعين زودوا 10 بالمية اللي هي عندك جيريكو في عندك كثير شخصت بتعمل بتعمل بليد تزودوها من 80 إلى 90 اللي هو الدميج العادي وزودو كمان لسكل انه صار تعمل دميج اكتر اللي بتضرب الكل و اللي بتضرب العادي هيرو سكل افكت اجسمنت هلا ايرين و ايليزابيث و شو اسمه هادا اسرس الاحمر تغير سبيشالاتهم تغير الاسبالات اوكي ترانسفورميشن تغير الاسبالات 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 30% للأشخاص كلهم ورستور the HP the ally lowest HP يعني اللي بيكون أقل HP بترجع له 30% من الدمج ما زالية عملت 10,000 رح ترجع له 3,000 للأقل أقل 1 HP أما هلا شو صارت بتعمل 130 دمج لكل أشخاص ورستور HP of the ally with lowest HP by 80% مرح ترجع اقل من 30% ل80% من الدمج اللي عملته ونفلك دمج بسبب 200 كل أشخاص بحق الهدف بكل أشخاص آه حسنا كانت أول شيء ترجع لشخص واحد 30% وزا كانت رنك 2 صارت ترجع 30% لكل أشخاص وزا كانت رنك 3 ترجع 40% لكل أشخاص من الدمج اللي عملته من الدمج اللي عملته حسنا 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 وحركة استرسة كانت تعمل Inflect code Distraction Damage equal to 160% حسنا حسنا تعمل 170 مئة وثان وخمس وعين بتزودول هالدمج طبعا تقريبا 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 التحرير أخير تقريبا تقريبا ترجم تقريبا تقريبا يعني هلأ أول شي غوثر غيروله كان أول شي resistance 10 صار 60 كان resistance 50 صار 60 والتاكو ما تغير دفاعه زاد وحبيو زاد هذا الUR الSR طبعا نفس الشي خلينا نشوف هلأ غوثر الأحمر غوثر الأحمر إذا كان SSR رح يتغير غوثر الأخضر زادوا له resistance 37 صح أكيد ما هيزودوا للأحمر الأحمر قد يزودوا للأحمر ما في دعوة يزودوها و system fix fix issue with training grotto enemy ultimate move description would not show ما فيك تشوف الألتمت طبعا شك تعمل enemy guardian skill type was incorrect set okay fix issue organize the food menu was reserved when preparing the battle okay هاي شغلاته بصراحة ما في شي يعني كتير كتير over بقى خلنا نرجع للعبة ونشوف الشغلات اللي كنا عم نحكي عليها ما بارف لا شي خامي يعمل موبايلي طبعا أول شي في المهمات 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 أول مهمة أنك أنت تخلص القصة اللي هي تبعا king of fighter طبعا قصة king of fighter حلوة أنه chen اللي هو عنده أيباد اللي هو بيلعب ألعاب chen خرب جهازه بعدين صلحوا لما صلحوا لعبوا في روكسي وطلعت الأشخاص كان في عنده لعبة على اللي هي king of fighter صاروا حقيين الأشخاص جو بقى بقات بقات رول عساس هذا اوميغا لحتى يدرو يرجع مرة ثاني العالمون الثانية أنه تعمل ثلث أيام check-in بتفوت ثلث أيام على اللعبة بتخلصها هي بريتانيا normal difficulty يعني لازم تلعب اللي هي kof بريتانيا لازم تلعب مرة واحدة بالnormal difficulty عشان تاخد هاي المهمة و open a heart اثناز gift card 10 times لازم تفتح الكروت اثناز 10 مرات و اخر واحدة انو توصل بhook pass لفل خمسة بالتوطل كامل طبعا هاي اللي احنا عم نحكي هي cards انا بدي هاي لحظة شو صار المفاتيح المفاتيح هي فيك تفتح كروت tap the card fill reveal اه اوكي يعني هي مثل المهمة لعبة الزاكرة انو اذا كشفت كرتين نفس الشي بيروحوا اعتقد اوكي فهمت المفاتيح 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 لياها ولا يكون عليها اللعبة ايوا كانت معلقة نفتح هاي نفتح هاي acquire فس هيك هاي حنا خذن كلنا من الاخر ممتاز 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 نأخذهم كلهم بعدها نعمل Next Stage هي عملنا Next Stage Claim or Reward Proceed هلأ رحنا لهاي بدنا نأخذ 5 همر ولا 50 أنفل 5 همر ولا 50 أنفل 5 همر ولا 50 أنفل بصراحة بالنسبة لي بصراحة بالنسبة لي 50 أنفل 5 همر 5 همر طبعا ما حنقدر نعملها بقى بس mission complete خلينا نخلص منها هلأ هاي بعد الورد كويس اللي هو لازم تلعب المهمات طبعا نحن أعتقد خلصينا هاي نعم نعم ما في مهمات لعبة أوردي خلصناهم نشوف إذا في شيء هون نعمله ما في شيء أوردي خالصة نعم 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 موضوع الهوكباس موضوع الهوكباس يعني تلعب الهوكباس الموضوع الهوكباس موضوع الهوكباس ثلاث مرات تلعبها اي لون عادي بعدين تلعب الكتب كمان ثلاث مرات اي كتب عادي تخلص الشيطين ثلاث مرات بعدين تشتري من الفرنشوب كوين اي شي ثلاث مرات واخر واحدة تعمل للهوكباس طبعا الهدايا اكيد طبعا ثلاثين جيم وانفلز وهيك ورح تاخد هاي مجانا وهي مجانا بس ما في سلاح ما في سلاح واخر شي بارتو تيكيت طبعا اعتقد هيك ان شاء الله حكينا على طبعا هدول كتير حلوين ناخدون وان شاء الله بالفيديوهات القادمة رح نحكي عن الاركيد ورح نحكي عن البوست باتل واول شي طبعا رح نعمله بس ارجع على البيت ان شاء الله رح نزل فيديو اللي هو عم عم نلعب فيه سوريا عم نسحب فيه أنا وعمر بس هون منكم سناحة الفيديو تبع اليوم رجعتكم استمتعتو فيه اذا استمتعتو فيه لايك للفيديو وتشترككم على القناة اشترككم كل جيد منه ومشوفكم في آخر الفيديوهات التانية مع السلامة